حياكم الله مشاهدين في حوار مساء جديد يتحدث اليوم عن العقارات الإجارات في أبوظبي تحلق دون توقف لا سيما بعد إلغاء سقف الزيادة السنوية التي كانت محددة بـ 5% وقد علت بعض أصوات المستجرين أن بعض الوحدات القديمة كذلك والمؤجرة منذ عدة سنوات ارتفعت أسعارها بنحو 40% بسبب إصرار الملاك على تطبيق الزيادة السنوية مؤكدين ضرورة اعتماد نظام لتقييم الأسعار ولتحديد مدى حقية المؤجر في رفع الأسعار بأي نسبة أيضا مقبولا على هذه الزيادات طلب البعض أسمح لهم بدفع إيجار الوحدات السكنية التي يقطنون فيها بشكل شهري للوقوف أكثر على هذا الموضوع يصنعنا يكون معانا اليوم الأستاذة مسعود العوار المدير التنفيذي لشركة التسويق للتطوير العقاري والتسويق حياك الله أستاذك كريم يا مرحب الله يحفظك طبعا نحن بنخوض في هذا الموضوع وهو موضوع هام بالنسبة لنا في سوق الإمارات بما يتعلق بالعقارات ولكن لدينا تقرير في البداية شاء أذن مشاهدين إلى هذا التقرير من إعداد الزميل على ألول ومن ثم لنا عودة مع الأستاذ العوار رغم إلغاء سقف الزيادة السنوية على العقارات في أبوظبي والتي كانت محددة بخمسة بالمئة وترك الأسعار لسياسة العرض والطلب ومن ثم زيادة إيجارات الوحدات منخفضة القيمة والقديمة لتتناسب مع سعر السوق وعدم رفع إيجارات الوحدات مرتفعة القيمة إلا أن بعض الملاك يصرون على الزيادة السنوية للوحدة بغض النظر عن وجود مبرر لذلك ويبرر ملاك العقارات في العاصمة أبوظبي زيادة أسعار الوحدات الجديدة ومرتفعة السعر إلى التزامهم بسداد الأقصات البنكية وعمال الصيانة السنوية فضلا عن اتماد دراسات الجدوى الخاصة بهم لتطبيق نسبة الخمسة بالمئة فيما يؤكد مراقبون أن بعض الملاك قاموا بالتخطيط لبناء أبراجهم السكنية قبل العام 2006 والذي شهد تحديد نسبة الزيادة السنوية كما أن هذه الزيادة كان يتم تجديدها سنويا ما يجعل من الصعوبة الاعتماد عليها في أي دراسات جدوى وكانت قد ارتفعت قيمة نسبة العقارات المؤجرة في أبوظبي 100% وسط إصرار الملاك على دفع قيمة العقار المؤجر على دفعة واحدة أو على دفعتين مما يشكل صعوبة لدى المستأجرين وبين اقتراحات في دفع قيمة الإيجار شهريا وبين رفض هذا المقترح الذي لا يناسب ملاك العقارات من سيضع سقفا للعقارات ويحمي المستأجرين والمؤجرين تحت هذا السقف قبل أن ندخل أستاذ مسعود في حوارات عن النسب وزيادات وغيرها نتحدث عن مهرجان عقاري المؤتمر الذي قام سنويا أنت حضرتك في شهر ثلاثة وهو مبهم فيك نحن تواجدنا من دولة الإمارات من جهتين مختلفتين أبوظبي وأيضا من دبي فعندنا شركتين كبيرتين تواجدوا في هذا المؤتمر لماذا التواجد كان؟ التواجد كان مهم جدا أولا أن تأغط مدى التطور للعقار الموجود في دولة الإمارات وثانيا المشاريع الدولية المطورين الإماراتيين يدخلون فيها سواء كانت في أوروبا في أفريقيا لأن السوق مهم العقاري هو منصة دولية كانت في البداية منصة لأوروبا في الدول الأوروبية كانوا يعرضون المشاريع التي لديهم هناك لكن الآن أصبحت منصة عالمية منذ سنوات كانت كمعرض كان هو من أهم المعارض العقارية الموجودة فكل الناس يعرضون فيها مشاريعهم يعرضون ويتبحثون الحلول الموجودة كيف كان على طار الحلول هذا موضوع مهم جدا هناك أزمات حدثت في كافة الدول منها أوروبا كان هناك أزمة عقارية هل طرحت حلول ممكن نحن نستفيد فيها في السوق العقاري الإماراتي الآن في الفترة الحالية كاستخدام من الحلول التي طرحت هناك في هذا المعرض؟ نحن كنا نلاحظ أن فيه يعني نحن نحضر مفهم يمكن حضرناه في ثلاث مرات على فترات الأزمة الأولى التي حصلت في أوروبا قبل سنتين ثلاث والأزمة الحالية التي هو بعد هبوط أسعار النفط فبعد هبوط أسعار النفط وتفاوت العملات في الأسعار فكاننا نحب نشوف نشوف الحلول المقدمة التي كانت موجودة مدى العرض والطلب الموجودين شفنا أنه فيه اندفاع مرة ثانية ما ننسى مشاكل التي حصلت في السابق في اليونان كيف أنهم بدأوا يعرضون التأشيرة الأوروبية أنها تكون لما تتملك عقار تتملك تأشيرة أوروبية ممكن تحوط في أوروبا كلها اللي هي الشنغن بيزا فالحلول اللي كانت مقدمة هاي المرة كانت مغايرة لللي كانت معروضة في السابق فالمرة هاي شفنا أنه فيه الحلول الذكية تحويل وتسويق العقارات بطريقة ذكية كانوا يقدمون حلول أنه أنت ممكن تشتري العقارات الموجودة بدون ما تتنقل فيه توجه الآن أنهما دائما يبحثون عن حلول في تخفيض الكلفة وبيئة العقارات وبعدين أنك تفتح أبواب أكثر من الأبواب الموجودة داخليا لأبواب دولية أخرى نستطيع أن نستفيد منها هذه المخرجات تماشيا طبعا مع حكومة ذكية تماشيا مع الحكومة الذكية والرؤية الذكية التي طرحوها ممتاز و هناك شفنا أنها مطبقة في بعض الدول التي كانت في بريطانيا قدموا حلول كثيرة نحن ممكن نأخذ هذه الحلول و نستفيد منها في دولة الإمارات إن شاء الله طبعا مجهودات طيب الله يحفظكم إن شاء الله إذا عدنا الآن إلى سوق الإمارات و نريد توضيح شيء مهم الآن عملية إن إلغاء صقف الزيادة لم يأتي بشكل بأن نحن نلغي صقف زيادة أتى بناء على دراسة و على توجهات و على رؤية ثاقبة طبعا نريد نوضح لمن يروننا الآن أن هذه الرؤية هي فعلا حكيمة وتفيد المستأجر و المؤجر و الدولة نحن لأن ندرس السوق بشكل متواصل فأنا أقول الرؤية الحكيمة كانت القطاع العقاري في دولة الإمارات حافظ على نسبته و تطويره و الأمور اللي كانت فيها و مدى استقراره كان عامل أساسي فيه توجه الحكومة بدعم القطاع و المصارف في نفس الوقت فكان فيه دعم كبير من الحكومة فتوجه الحكومة لما كان يشلون سقف الزيادة كان بناء عليه أن الحكومة تضخ مبالغ كبيرة جدا في الاقتصاد للحفاظ على التوازن متكامل كان تواجه من حكومة بوظبي أن يضعون 30 مليار على مدى خمس سنوات من شأنه أنهم يطورون القطاعات المختلفة القطاعات السياحية القطاعات التجارية القطاعات النفطية القطاعات الغير نفطية و القطاعات العقارية كل هذه الزيادات يتوجب عليها تنمية أنا أسميها الموارد البشري أو عدد السكان كل هذا يولد اللي نحن نسميه العرض والطلب توليد العرض والطلب أنت تبغي السوق أنه يستقر فإذا تحط عليه ثقف أنت حديته من مدى استقراره ما خليته معرض للعرض والطلب فالعرض والطلب هم اللي يحددون لك مستوى السوق صحيح الآن الآن نعم في الفترة الحالية الآن نحن وصلنا يمكن في بداية الأمر لم يكن هناك مشاكل كثيرة لأنك مثل ما تذكرت هناك خطة تتبع وبالتالي هي لها تأثير إيجابي في النهاية الآن نحن وصلنا إلى العديد من الشكاوي والعديد من المشاكل التي أصبحت مطالبة بالخمسة بالمئة ولكن الخمسة بالمئة هي أيضا بحد ذاتها هي مشكلة في بعض الأحيان فهل نحن وصلنا الآن إلى فترة لابد أن نعيد بعد ما تم عملية التنظيم وتقاربة الأسعار هل الآن الواجب علينا وضع نظام مؤلية محكمة جديدة بالنسب معينة نحن لما ندرس السوق دائما نقول حاجة واحدة نحن لا نريد أن نوقف مع الملاك ولا مع المستأجرين صحيح لازم الطرف يكون محايد نعم إذا توقف مع المستأجرين تظلم الملاك والعكس صحيح فنسبة الزيادات هذه الموجودة أنا أتصور كانت بناء العرض والطلب العرض والطلب دائما يحكمه اللي هي الموارد المالية فهي ممكن لها تدخل فيها التشريعات بفتة النضوج نحن مرنا فيها نحن ما ننسى أن الملاك نفسهم في سنة الأزمة في 2009 أو 2010 كانوا يسهلون على المستأجرين على 12 شيك مواد أدوات إلكترونيات زيادة تسهيل العمليات كانت موجودة صحيح فالسوق لما أخذ الطابع أن فيه تسهيلات كانت موجودة الملاك نوعا ما يعني المستأجرين تعودوا على هذا الموضوع فالآن إذا تأخذ في نفس النظرة أن المالك أيضا عنده التزامات مالية لازم تتغطى نحن الآن وصلنا إلى مرحلة كسوق عقاري أن نحن في عندنا نضوج في السوق العقاري الذي عندنا قد تكون بعض التشريعات إذا تقدمت تكون مفيدة للجانبين لكن لازم تكون عمليات مدروسة أنك لا تظلم ترفضون الآخر لأن السوق العقاري دائما نحن نقول أي سوق نبحث عن رضا العملاء فالرضا العملاء مفهوم أساسي الآن نحن في الآونة الأخيرة المشكلة الرئيسية أن بعض العقارات وصلت إلى 100% من الارتفاع هذا غير معقول طبعا يعني حتى في بعض الإخوان هم من يدفعون الخمسة بالمئة استمرت الخمسة بالمئة بعد ما ذهب القرار وقال الملاك بأن هذه هي أسهل طريقة وهو أبسط أمر لكم تصل بعض الشقق إلى 140 ألف ولكن تأجير شقة في نفس المكان ونفس المواصفات في هذا الوقت تتم بحوالي 110 ألف فهناك فرق 30 ألف فكيف نضبط هذا الأمر بتشريع أو أن هذا الأمر يعود للمالك أو أيضا نرجع مرة ثانية إلى العرض والطلب وللمستأجر حرية الاختيار أنا أتصور لازم يكون في بعض أمليات التقييم التي نحن نادلنا فيها وأظن في توجه أن يحطون مثل مؤشر على النواحي الإيجارية يعني مش معقول أن شارع الكورنيش يكون نفسه إيجار متى شارع حمدان أو الشوارع الأساسية سواء كانت العقارات تصنف والمناطق تصنف وعلى أساسها بيكون فيه عمليات ترتيب يعني إذا فيه زيادة طلب ليش نحن نحرم الأصحاب العقار من الاستفادة طبعا والعكس صحيح تأتيك الأمور الباقية التي نحن ذكرناها دائما اللي هي مفروضة تكون مأخوذة في الاعتبار مع رفع الإيجارات أو تقييم العقارات تسهيل الخدمات الموجودة في البنايات الموجودة سهولة الوصول إليه اللي هو الأكسس يعني طريقة الدخول المرافق الموجودة حوالين صحيح كل ذلك يؤثر طبعا كل ذلك يؤثر في العقار طبعا لما العقار يطلع دائما يكون الإيجارات تطلع في فترة لما يكون فيه ركود اقتصادي صحيح الإيجارات تطلع ليش؟ أن الناس يبدأون أنهم لا يتخذون أنهم يتملكون ونحن في الدولة أظن ما في عندنا الأرقام موجودة لكن في تصوري أنه بيكون نسبة المؤجرين أكثر من نسبة الملاك نعم ففيه فرص كبيرة أن المؤجرين يتحولون إلى ملاك لأنه فيه عقارات مطروحة في البلاد فموضوع الإيجارات موضوع جدا حساس حساس طبعا وهو لا تأثيرات أنت من من نادوا بالأجار الشهري بالأجار الشهري لكن لما أنت تغلي في السعر الدفع يكون شهري تخفف على يعني هذا من باب رضا العملاء أنك تخفف ما بين الطرفين ألعب أنه لا يكون مبلغ كبير مرة واحدة على المؤجر لا يكون كبير جدا صحيح في نفس الوقت ممكن هو يقصط المبلغ على شهور ويتخذ يعني يدبر أمور المالية بطريقة أفضل لأنه لا ننسى الدفع الإيجاري السنوي إذا كان مرة واحدة هو يشابه تملك العقار التي تدفع الدفع الأولى صحيح فهي كثير من الأفكار موجودة ومطروحة أظن فيه بيكون فيه عمليات تقييم آليات آليات موجودة إن شاء الله وتشريع إذا أردنا طبعا نحن الآن المتحكم في السوق هو المالك والشركات التي تدير العقارات مديرين العقارات هل نحن الآن بحاجة إلى جهة خاصة حكومية لعملية التنظيم والتقييم أو ممكن أن تمارس هذه العملية من قبل الملاك والشركات بالتزام بقانون مصدر من الدولة دائما أتصور أن الجهة لما تكون موجودة هي الجهة موجودة يعني في الوقت الحالي فيه جهة موجودة اللي هي جهة فضل المنازعات الإيجارية العمليات الإيجارية أنت بحاجة إلى عمليات يعني وضع بعض التشريعات اللي يلتزم فيها فيها نحن نأتينا بمبدأ أن الآن يعني الطفرة اللي حدثت في خلال آخر سنة قريبا توجه الناس حتى يعني مبدأ الزيادة نفسها ونسبة الزيادة نسبة الزيادة والناس اللي اتجهوا لعمليات أنهم يعني يشتغلون في العقار هذه النسبة زادت صحيح أنت تبغي تقنن هذه العملية أن تكون فيها قوانين أنه مش يعني ما يكون أي واحد يقدر يدخل المجال العقاري ويشتغل فيه ممكن توضع عليه بعض اللوائح يعني في الدول اللي هي كانت تسبقنا في القطاع العقاري هما عندهم رخص تجاري مثل رخصة السواقة فيها رخصة صحيح عقار عقار نقطة من قبل شوي مئة وعشر تالاف ذكر لها أحد الأصدقاء اذهب وسوي عقد جديد ألغي العقد وسوي عقد جديد باسم زوجتك ستأخذ العقار بمئة وعشر تالاف ليست هنا المشكلة المشكلة هنا من مدير العقار نفسه الوسيط ذهب إلى مصلحته الخاصة وهي أخذ النسبة اللي هي خاصة بالعملية نفسها كاملة أنه اثنان بالمئة أو ما يشابه ذلك فهو استفاد المالك تحمل عملية صيانة جديدة متكاملة للشقة بالإضافة إلى أن خسر الثلاثين ألف اللي هو كان بيحصلها فعملية هذه التلاعب كيف نضبطها بنهاية الحديث لازم لازم تكون في جهة تشريعية حكومية أو شبه حكومية يعني ممكن لأن حتى الغطاء الخاصة الآن داخل في الغطاء العقار يعني عندنا شركات كبيرة مثل شركة الدار أن شركات الاستثمارية اللي هيد يعني المستثمرين اللي دخلوا يشترون في المناطق الحرة يبنوا البنايات فكثرت الوسطاء هذا شيء جيد للقطاء العقاري لكن أنت تبغي تضع لها وسطاء حرفيين محترفين وسطاء حرفيين صحيح قوانين تحمي الملاق في نفس الوقت تحمي المستأجرين لأن حتى موضوع الدفع الشهري اللي أنا اقترحت طبعا هو فقط كان أنه يسهل عملية الدفع نعم ولكن بالعكس الدفع الشهري يتيح للملاق أنه يغلي الإجار بالنسبة أكبر بالنسبة أكبر بالنسبة أكبر طبعا والمفهوم عندك أنه ليس دفع شهري وأنه يستطيع أن يخرج في أي شهر يريد لأنه هو عقد سنوي ولكن الدفع شهري والدفع شهري نعم هذا أيضا تعاون إنساني سيكونه مجتمعي رائع وموجود وهذه العمليات موجودة في الدول الغربية صحيح في الدول المتقدمة في القطاع العقاري يعني في بريطانيا عندهم وفي نفس الوقت عندهم الإجارات الشهرية التي تتأجر مثلا البيت لمدة ثلاثة شهر وهذه فيها سلبيات على المالك وعلى المساجر طبعا نحن نشكرك على تواجدك معنا اليوم إن شاء الله في حلقة أخرى إن شاء الله تأتينا بتشريعات إن شاء الله ربي حوضك إن شاء الله اشتركوا في القناة